بسم الله الرحمن الرحيم الهيستولوجي ونكمل الكلام على الكنكتف تيشو types of connective tissue classification of connective tissue اتصنيف او انواع الكنكتف تيشو واف تايبس of connective tissue number one fibros connective tissue نسيق ضام ليفي number two supportive connective tissue نسيق ضام دعامي number three fluid connective tissue نسيق ضام سائل او بسموسعة vascular connective tissue نسيق ضام وعائي fibrous connective tissue نسيق ضام اللي في اول حق طبعا النوع الاولان هو lose fibrous connective tissue ونوع الثاني dense fibrous connective tissue lose fibrous connective tissue fibrous create lose and open framework يعني الالياف موجودة صحيح كده لكنها في بينهم بعض فيه فراغات وبالتالي ده lose fibrous connective tissue dense fibrous densely backed يعني مضقوطة بقوار بعضها البعض ما تلاقيش فيه فراغات بينها وبين بعضها عشان كده تعرف ان ده نسيق ضام ليفي كثيف لكن ده مفكك lose and dense fibrous connective tissue support of connective tissue number one الكارتليج اللي هو بسموه semi solid والسوليد البون ده solid yet flexible matrix الماتريكس الموجود احنا قلنا المادة الخلالية على حسب المادة الخلالية بنقسم المادة بنقسم النسيق الضام الى semi fluid وفلاود وسم solid عنده solid على حسب ايه القوام المادة الخلالية الموجودة في النسيق الضام فالكارتريج بيبقى المادة الماتريكس بتاعه بيبقى solid لكنه مازال flexible مارين بيتحرك يعني لكن البون solid اصبح المادة الخلالية الماتريكس اللي عندك بقى solid لكنه rigid بقى صلب اه عشان كده ما تقدرش تتني العظمة لكن ممكن تتني الكارتريج الوضروف مثلا زي اللي موجود في الاذن مثلا الفلاود connective tissue ده ده موجود في الاوعية الدموية يبقى ده البلد ده عبارة عن نسيق دام سائل او ساعة عشان هو موجود في تيشو النوع التاني وده برضو في الاوعية اللينفوية اول حاجة خالص نبدأ نتكلم على وهناخد في اكزامبل اللي هو نسيق الفجوي سيقضام الفجوي ده والحقيقة ده space filling connective شو ده النسيق اللي بيمدأ الفراغ في جسمك consisting of few cells في عدد قريلا من الخلايا مثلا المادة الخلالية والمادة الأساسية اللي عنده بتبقى semi fluid الماجر الموجودة بتبقى الوائد والموجودة والموجودة وتبقى thick والموجودة وتبقى thin وفي نوع كمية وليلة من الريتكلا برضو موجودة في ناس يجيب عشان هقولنا قبل كده عشان يبقى connective تشو لازم يكون في ground substance لازم يكون في fibers ولازم يكون في cells فالخلايا موجودة زي fiber blast ground substance موجودة وتبقى semi fluid وال fibers موجودة بالتلات أنواع اللي هم white fibers yellow fibers وال reticular fibers foundation أو location بتاعه موجود فين under the epithelial تشو موجود تحت النسيج الطلاقي بحيط بالأنسيجة الخلايا العضلية بحيط بال blood vis بحيط بال nervous موجود وده اللونج and urinary blood to exibent ليه لأنه في elastic fibers وبالتالي يبقى فيه عنده نوع من stretch وال flexible عشان في white fibers وبالتالي هو دايما يقول لك انه دايما بيحيط بالأعضاء الموجوفة يبقى lose fibers connective tush نسيج الفاغوي يبقى فيه البندلز اللي هي الكولاجين fiber الياف المرينة يبقى فيه elastic fibers الياف سور دايما الكلاجين الياف البيضاء الموجودة وده elastic fibers الياف المرينة في ground substance اللي هو gerolite substance يعني semi-fluid فيه كمان different types of cells زي which engulf different organs or foreign substance في الكلاجين fiber في adipose tissue في ground substance and elastic fibers and blood vessels الدهني برضو ده نوع من انواع الاكزامبل بتاع lose fibers connected tissue extra cellular space موجودة is hidden احب قلنا فيه فراغ موجود ما بين الخلايا وبعضها الخلايا موجودة كده لكن فيه فراغ لأنها خلايا مش منضغطة مع بعضها زي الخلايا الطلاقية لكن الفراغ اللي هنا يعني تقريبا مختفي ممتلئ الخلايا بتبقى الخلايا الموجودة فيه بتبقى خلايا اسمها اديبوسايت اه او خلايا الدهنية بتتميز انها بتبدأ تخزن الدهون فبتتمدد وبالتالي بتضغط على اي فراغ موجود فيختفي ايه تقريبا فراغ عشان كده ساعد بيقولوا على نسيق ضام الخلوي لأنه معظم وتحت الميكروسكوب عبارة عن خلايا الخلايا اللي هي قلنا عليها الفات سيلز يعني الفات سيل يعني يعني في الاصل كده النواة موجودة بالشكل ده في المركز لكنها بدأ تخزن الدهون وتتخزن الدهون كلما تكبر الدهون تدفع النواة لحد ما توصل اللي هي إنها تبقى بس موجودة في حفة الخلية وبقى تكون الخلية عبارة عن رجوة ممتلئة بالفات تحت الميكروسكوب تلاقي انت عبارة عن خلايا فاضية كده ان انت لما تيجي تحضر الشريحة بتتعرض الخلايا دي عشان تخلص من الماء عشان ما تتحللش النسيق بتعرض الكحول الكحول يطرد الماء وحل فراغ تحت الميكروسكوب ما كانش فراغ ده كان ده الجزء ده ممتلئ بالدهون الانوية بالشكل ده اللي انت شايفه ده يبقى برضو بالأعضاء زي الكيدني طبعا بتعمل عازل تحافظ على درجة الحراط الجسم وتحافظ على الموجودة طبعا موجودة في أي مكان وخصصا تحت الجلد وده بسبب السمنة بحافظ على الكليا الحزام الدهني اللي بحيط بالهارت الفانكشن طبعا بيخزن الدهون يعني حاجة الجسم عازل بحافظ على الأعضاء الموجودة النوع التاني في dense fibrous connective tissue هي بقى this connective tissue may contain many collagion fibers أو some elastic fibers و بعض الخلايا الأوليلة little extra cellular matrix المتريكس بتاعه ببقى كمية أوليلة موجود في tendons في الأوطار وده اللي هي بتعمل connective muscle مع البون وال الاربطة اللي هي connective البون to بون ده white collagen fibers وده الألياف اللي هي بتربط العظمة مع البون وبالتالي ده يسموه التندون يسموه التندون النوع التاني اللي هو الموجود في collagion هو موجود في الليجامنت وده التاتش البون مع البون اللي هو اللي جامنت ده التاتش من البون لكن اللي يربط المصل مع البون مع العظمة وده اسموه التندون وده التاتش البون to the muscle وده دينس فيبرز كونيك فيتوشو اللي هي في الكولاجين بتبقى مضغوطة جدا وموجودة في parallel فانتش هزم متوازي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته